اشتركوا في القناة الناقلة له. تردد جديد زارة على النايل سات لخناة بيك شعبي. واحدة من اجمل خنات فعلا من الاغانة الشعبية وخناها مميزة واضافة جميلة لخناوات الموجودة على النايل سات. لو القائمة اللي عندها خلافة لانا بشرحها لها بسهولة جدا هتدخل على الشرحات الموجودة داخل خناتي. ومن خلالها هتقدر تضيف اي خناة او اي تردد على جهازك. سواء ازا كان عندك رسابر عادي او اي شاشة عرض بتحتها على رسابر داخلي. فمن خلال الشرحات الموجودة هتقدر تضيف اي خناة او اي تردد على جهازك بكل سهولة. اما بالنسبة لخائمة الاجهزة اللي بتحتها على نفس المينيو اللي قدام حضراتكم. او كل اجهزة المينيو الموجودة في السوق. اكتر من الساعة في المياه نتعامل بنفس الخطوات عشان اضيف اي خناة او اي تردد على جهازنا. كل اللي هنعمله بالنسبة لخوام العرب بنضغط من غمط على زرار المينيو واقف على كلمة تركيب واضغط اوكي. هيزهر مع اي خيمة تانية اربع ترددات بادغط على بزرار اوكي. اما بالنسبة لخوام ingl genetic هنتعمل معها سهل جدا. كل اللي هنعمله عشان نضيفه القناة او اي تردد جديد. بنضغط مانورموت على الظرار المينيو واقف على كلمة وأضغط اوكي. هيزهر مع اي خيمة تانية اوفها واضغط على بزرار اوكي وفي حالة ما بضغط مانورموت على زرار المنيو وملالاح كلمة زهار عندها على شاشة. بعد ما اضغط على زرار الميني وتحرك بالاسهم يمين وشمال او فق او تحت حسر الخيمة الموجود عندي. بعد ما ضغطت على زرار الميني وتحركت بالاسهم يمين وشمال هزال كمة انسلاش انا اقف على واضغط اوكي وانزل على طلنزبر دلست واضغط على اوكي بعد كده بضغط من المطع الزرار الاحمر واكتب التردد بتاعها حداشر خمسة تسعة خمسة وانزل على معدل الترميز بخليه سبع شوان خمسمية وانزل على الخطبية بخليها في او فرتكال عمطة رئيسة من يمين والشمال واضغط اوكي واجه الخطوة اللي بعد كده انا واقف على التردد اللي انا نضيفته هضغط من الرموت على الزرار الازرق هيزهر معي خيمة فرعية ومكتوب فيها كلمة تسكان من فوق كل اللي بعمله بضغط على زرار عشان الجهاز يبتدي يبحث التردد وبعد ما البحث يكتمل هزال الرسالة فرعية مكتوب فيها بتأكد ان انا واقف على كلمة تيس واضغط وكلمة هزهر معي رسالة فرعية مكتوب فيها داتا سيفنج يعني جرى حفظ البيانات هزبر لحد ما رسالة داتا سيفنج تختفى من على الشاشة وبعد ما رسالة تختفى اقدر اصعرت قيمة الخناهات بزرار اوكي وراح لاخر القيمة عشان الى خناهات جميلة جدا مكتوبة على سيمة يوب او بيك شعبي معظم الاجهزة او معظم الناس يستقبلها بمكان قناة سيمة يوب المهم نفس التردد ونفس الامكانيات او نفس الخواص بتاع التردد لازم ادخل البيانات بتاعتي بصورة صليمة عشان اقدر استقبل القناة على جهازي قناة بيك شعبي موجود على تردد حداشن خمسة تسع خمسة معدل ترميل سبعة وعشرون خمسمية والخبط بها في او راسي حداشن خمسة تسع خمسة معدل الترميل سبعة و تعالدي والخد بها في او راسي التردد اشارة علي او بيعمل على جماعة الأجهزة او جماعة الرساليات وجماعة وعشرات العرض اللي بتاحتها صفر داخلي. اضافة جميلة وميازة جدا لخنوط المال ساد بنس على الكل ينزل على جهازه. وبكده حالات النهاردة خلصت والسنين في كل الترددات الجهاز الحصرية. اشوفكم على خير في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.